المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم السلام المسيح يملأ قلوبكم نرحب بكم في برنامجكم الجديد الدليل طالبين منكم الصلاة لكي يستخدمه الرب الإله لمجد اسمه وامتداد ملكوته لا يفوتنا أن نشكر كل من تفاعل معنا وأرسل لنا سؤال أو تعليق أو بارك لنا على البرنامج ونشكر أيضا كل الأحباء الذين أرسلوا لنا بأنهم سيشاركون في الصوم والصلاة كل يوم أربعاء أعزائنا أرحب وإياكم بضيف الحلقة وكل حلقة الأخ وحيد أخ وحيد أهلا وسهلا أهلا مرحب بك أخوة فدوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان ربي بارك حياة الجميع أخ وحيد كان عندك كلمة أو استقولة لمشاهدين نعم بداية أيضا الأحداث ستوالى في شرقنا العزيز المجروح وسمعنا أيضا الأسبوع السابق أن واحد من الشرطة دخل إلى قطار وأطلق النار يقال عشوائيا على البعض الشيء الغريب أنه إطلاق عشوائي ولكنه يختار وبعناية مسيحيين فقط الإطلاق العشوائي لا يختار مسيحيين فقط هذا أولا الأمر الثاني إذا كان إطلاق عشوائي ربما ثلاث أربع رصاصات تأتي في شخص واحد ولكن هو يعني يمارس خبرته وهو شرطي فيطلق النار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره فبالتالي هو يعني جيدا الضحية التي يريدها وبعد ذلك لا ننسى أنه كبر وقال الله أكبر حينما أطلق الرصاص ما أريد أن أقول أنه حينما حدث هذا الأمر في قتلة أخت مسلمة في ألمانيا مروى العالم الإسلامي قام وقاعد وكيف تقتل هذه المسلمة وفي بلاد فيها مسلمون لم نرى ولا واحد طلع بمظاهرة واعترض على المسيحين الذين يقتلوا في مصر أو في العراق أو في أي مكان ما أريد أن أقول أنه يكفي وأنتم تقدمون الإسلام ربما بطريقة لا ترضونها والدول المحترمة الدول النزيه التي فيها قضاء نزيه مثل ألمانيا حكمت دون تمييز عنصري وأرجو أن يكون ذلك في البلاد التي يسكنها مسيحيون في الشرق أيه بس ما تنسى يا أخوة حيد أنه لا يؤخذ مسلم بدم كافر صحيح هذه مشكلة أنه لا يؤخذ مسلم بدم كافر هذه مشكلة ظلت تؤرق المسيحيين في الشرق لزمن طويل ونحن لا ندري إلى متى يستمر هذا التمييز العنصري في الشرق طالما وجد الإسلام سيستمر يعني ما رأيك في الحكم حالة أوراق الكموني للمفتي أنا أتمنى أنها لا تكون مجرد تهدئة للمسيحيين وأتمنى أن يكون هذا قضاء نهائي ولا يجد المفتي فضيلة الشيخ له أي شبهات ليدرأ عنه هذا الحد الذي ارتضاه العدل أخيرا في مصر وأتمنى أن لا تكون هذه المرة الأولى ولا تقف الدولة إلى جوار المجرمين لتشجعهم نعم نتمنى يعني أعود لكم مشاهدين هذه هي الحلقة الثانية من البرنامج وفيها سنكمل موضوع الحلقة الماضية ألا وهو شجرة السقوط ولتذكيركم مشاهدين أقول أن الأخ وحيد كلمنا في الحلقة الماضية في محورين المحور الأول هو مكان وجود الجنة ورأينا كيف أن مكان وجود الجنة في العقيدتين اليهودية والمسيحية هو على الأرض بطريقة واضحة لا تقبل الجدل بينما في الإسلام اختلف العلماء على مكان وجود الجنة هل هي في السماء أم على الأرض أما المحور الثاني فكان التحذير من الأكل من شجرة بعينها ورأينا كيف وضح الكتاب المقدس وجود شجرتين مميزتين في الجنة بينما في القرآن وبقدرة قادر تم دمج الشجرتين في شجرة واحدة أطلق عليها الشيطان وليس الله اسم شجرة الخلد وعلى الرغم من أنها شجرة خلد إلا أنها أعطت موتا أذكركم مشاهدين الأحباء بأننا سنبدأ في أخذ مكالماتكم بعد حوالي النصف ساعة من الآن الأرقام ستظهر على الشاشة كما ننتظر إيميلاتكم على العنوان الإلكتروني الخاص بالبرنامج الدليل.tv ولا تنسوا خاصية أنا أشارك وأيضا موقع البرنامج على الإنترنت وسيظهر الآن على الشاشة بالنسبة لتوقيت إعادة حلقات البرنامج فستعاد حوالي خمس مرات في الأسبوع وسنعلن عن جدول الإعدادات في مرة قادمة أما عن سؤال الاسم اس لهذه الحلقة فهو هل كان هدف الشيطان من إسقاط آدم وحواء هو أن يريهما عوراتهما واحد نعم الهدف أن يريهما عوراتهما اثنين لا ليس هذا هدفه نحن في انتظار مشاركاتكم وتفاعلكم معنا أخو حيد أنا حاولت ألخص موضوع الحلقة اللي فاتت فما بعرف إذا عندك إضافة حب تقولها أشكرك أنك لخصتي الحلقة السابقة تلخيص رائع جدا وأعتقد هما المحورين محور مبدأ وجود آدم وحواء وهذا عامل مشترك وأيضا مبدأ التحذير الإلهي أن الرب الإله حذر آدم وحواء ورأينا بالرغم من أن الموضوع واحد إلا أن الأفكار مختلفة تماما في العقيدة الإسلامية والمسيحية والشيء الملاحظ لكل قارئ للقرآن والكتاب المقدس أن الموضوعات في الكتاب المقدس مثلا زي قصة السقوط نجدها معا فكرة واحدة قصة واحدة في مكان واحد كلها مع بعض كاملة بينما في القرآن الأمر ليس كذلك ليس فقط في قصة السقوط وإنما في أمور كثيرة يضطر القارئ أو الباحث أن يختار آية من هنا وآية من هناك من سور مختلفة ليرى الصورة كاملة يعني في حادثة السقوط هذه نضطر أن نذهب إلى صورة طه إلى صورة البقرة إلى صورة الأعراف لنجمع الآيات الخاصة بالسقوط ولا تعطي أيضا في النهاية القصة الكاملة يعني القصة الوحدة مقطعة ومقسمة موزعة على أكثر من سورة صحيح هذا صحيح في الكتاب المقدس إصحاح واحد من كتاب واحد آيات متتالية آيات متتالية وحدة واحدة لحمة واحدة الفكرة موجودة في مكان واحد طيب هنتكلم هندخل على المحور التالت أو عندك أكثر من محور صحيح طبعا لسا محاور كثيرة ولكن حسب الوقت بتاعنا أنا هتكلم اليوم في محور السقوط السقوط في الكتاب المقدس والسقوط في القرآن والعقيدة الإسلامية لأن يعني معظم المسلمين ما بيعرفوا أي حاجة عن الكتاب المقدس ناخد القصة كاملة في القرآن جدا إذن خلينا أبدأ بالكتاب المقدس وبداية أبدأ بسفر التكوين الأصحح ثلاثة الآيات من واحد إلى سبعة وأرجو من الأحباء المشاهدين يتابعون هذه القصة الكاملة في الكتاب المقدس وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلان منه ولا تمساه لألا تمتاه فقالت الحية للمرأة لن تمتاه بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجر جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجر شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعليما أنهما عريانان فخطاء أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآزر إذن هذه هي القصة كاملة قصة السقوط كيف بدأت وكيف انتهت تماما كلها زي ما شفنا دلوقت مع الأحبان مشاهدين كلها لحمة واحدة آيات متتالية في صفحة واحدة في الكتاب المقدس طيب قبل أن ندخل للناحية الإسلامية في على الموضوع كله بعض الأصوات طالعة هي أصوات ضعيفة بس موجودة يعني نعم بتتكلم عن قصة السقوط بما فيها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر إنها كلها هذه أشياء رمزية يعني ردك عليهم طبعا هذا الكلام غير صحيح لأنه لو كانت شجرة الحياة رمزية وشجرة معرفة الخير والشر رمزية فلماذا لا تكون الجنة رمزية ويكون آدم أيضا رمزي وحواء أيضا رمزية وهكذا تنتهي القصة كلها رمز فرمز أين الحقيقة إذن الكتاب المقدس لم يقدمها كرمز الكتاب المقدس قدمها كحقيقة واقعة أحداث حدثت تماما وبالتالي يقدم هذه الحقيقة التي بنيت عليها بعد ذلك وصايا وعقائد كثيرة جدا في الكتاب المقدس فهي طبعا أشياء حقيقية وليست مجرد رمز طيب هم يدللوا الدليل بتاعهم أنه هي رمز بدليل فين شجرة السقوط أو شجرة معرفة الخير والشر وفين شجرة الحياة فين هم موجودين أعتقد أن هذا ليس الدليل لا يرتقي لمستوى الدليل لأن هناك أشجار ملايين الأشجار انتهت عبر هذا التاريخ الطويل نحن لا نتكلم عن مئة سنة ولا مئتين سنة بعدين نحن عندنا حادثة الطوفان أزالت معالم كثيرة موجودة على الأرض أزالت قرى أزالت أشجار أزالت أشياء كثيرة جدا فبالتالي هذا ليس دليل لأن هناك الكثير جدا غير شجرة الحياة وغير الجنة وشجرة السقوط زال تماما عن سطح الأرض ليس فقط بالطوفان وإنما بعامل الزمن نحن نتكلم عن ألاف السنين نعم حتى انقراض الحيوانات هل هو دليل على أنها كانت شيء رمزي غير موجود صحيح الحيوانات فعلا التي انقراضت ليس لأنها غير موجودة الآن معناها لم تكن موجودة في التاريخ صحيح طيب لو تحب تكملنا في الاتجاه الإسلامي نعم ندخل في الموضوع الإسلامي ونتجه مباشرة إلى سورة البقرة 35-37 لنرى قصة السقوط ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين هذا كلام إله القرآن فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه أخرجهما مما كان فيه من النعم التي كانوا فيها في الجنة الصورة ليست واضحة لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أكلوا منها أزلهم الشيطان ما الذي حدث لا نعرف أي شيء كيف حدث السقوط لا نعرف القصة كاملة في الكتاب المقدس القرآن لا يقدم هذه الصورة المتكاملة دعني أقدم أيضا جزئية في صورة طه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أيضا هذه الصورة التي يقدمها هنا القرآن هي صورة ليست كاملة للقصة ككل أيضا وسوس لهم الشيطان يا آدم أدلك على شجرة الخلد أكل فبدأت لهما سوآتهما يعني كل واحد شاف عورة الآخر الصورة ليست كاملة كما هي في الكتاب المقدس لا نعرف الأحداث هل دي كل القصة كده خلاص؟ في القرآن هذه هي القصة نعم ربما في جزئية أخرى في صورة العراف سأتعرض لها بعد شوية في موضوع آخر لكنها لا تعطي أيضا الصورة لا تضيف شيء جديد على هذا الفكر طيب خلينا في الكتاب المقدس من شوية انتقريت أنه في حية في حية موجودة نعم هل هي الحية اللي احنا بنعرفها اليومين دول؟ نعم الحية النوع من السعابين هي الحية حقيقة والحية المعروفة لدينا نعم لما سمعنا الآيات من القرآن لا يوجد في القرآن كل ذكر للحية لكن الشيء العجيب أننا نجد الحية في كل التفسير الإسلامية من أين أتوا بها؟ دعنا أشارك عزيزي المشاهد في هذه الجزئية ونشوف في تفسير القرآن أنا شفت أكثر من تفسيري ولكن اختصرت تفسير الطبري البقرة 36 ابن كسير البقرة 35 تفسير عبد الرزاق الصنعاني لصورة الأعراف الجزئية نفسها وتاريخ دمشق لابن عساكر والدنر المنصور للجلالين لجلال الدين الصيوطي عفوا لصورة طه 116 نقرأ النص فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل الحية ياريتني تذكر الجزئية دي وكانت الحية لها أربع قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله يعني إيه بختية؟ بختية أنسى الجمل تسمى بختية الناقة نعم بختية بس لا أربع قوائم تخيلي ثعبان بطول الجمل وله أربع قوائم مثل الجمل لا مشكلة نكمل بقية التفسير فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس ونذكر الجزئية دي فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته عنها فجاء بها إلى حواء فقال أنظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فأخذتها حواء فأكلتها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت أنظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما إذن هنا نجد ما لم يوجد في القرآن ولا لم نسمع أحاديث من رسول الإسلام في هذا الأمر المفسرون ذهبوا بأنفسهم إلى ما يسمونه الكتاب المحرف الكتاب المقدس أكملوا القصة الناقصة في القرآن لأنها ليست واضحة مبهمة أخذوا من الكتاب المقدس وأكملوا القصة الناقصة بالرغم من وقوع في بعض الأخطاء اللاهوتية الجسام ممكن أوضحها بعض شوية ولكن هنا إشكالية من أين أتوا بهذا الكلام أليس هذا الكتاب هو كتاب محرف صحيح هذه المشكلة القصة الناقصة في القرآن أكملوها من الكتاب المقدس لا توجد حية في القرآن حسب سؤالك نعم لا توجد حية في القرآن طيب هنا إحنا قدام إشكالية أعتقد الأحباء المسلمين سيشاركوني في الإشكالية الكتاب المقدس المحرف أخذ منه المفسرين عشان يوضحوا قصة غامضة في القرآن قصة غير كاملة طيب المفسرين دول أخذوا من فين تاني يعني أخذوا من الكتاب المقدس المحرف أخذوا من أي تاني أي الكتاب مؤلف مثلا خرافات موجودة في التفاسير عشان يفسروا القرآن هل ذي إشكالية ولا طبعا إشكالية كبيرة لأن نجد في القرآن نصوص كثيرة مأخذها مما يسمى بالكتاب المحرف كل الكتاب قصة يوسف من الكتاب المقدس إبراهيم مأخذ جزء كثير وهكذا طبعا هذه إشكالية من أين أخذوا ليكملوا ما هو ناقص في القرآن طيب ده مش بيحطنا في سؤال يعني إذا كان الموجود في القرآن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل مأخوز معظمه أو جزء كبير منه من الكتاب المقدس المحرف ما بيبقاش القرآن كتاب محرف برضو؟ طبعا هو فيما يضرب في الكتاب المقدس هو دون أن يدري يضرب في مقتل في القرآن لأن القرآن معتمد أساسا على الكتاب المقدس حرف بعض الأشياء أخذها ووضعها بطريقة خاصة لكن هو معتمد طبعا في قصص كثيرة على الكتاب المقدس بزيادات ونقصان بزيادات ونقصان طيب نرجع للتفسير لأنه في بعض نحن عاوزين نتكلم عن بعض الحاجات كيف الشيطان دخل في الحية ليه الشيطان دخل في الحية دخل الجنة طيب ليه دخل الجنة من خلال الحية دي جزئية غريبة جدا الشيطان مطرود من الجنة إسلاميا غريب يعني هو مطرود من السماء لكن إسلاميا هو طرد من الجنة ولا يستطيع الدخول إلى الجنة الشيطان لا يستطيع الدخول إلى الجنة أراد أن يدخل ليسقط آدم وحواء طب حيدخل إزاي في بوابة وفي حراس في الباب فاضطر أن يدخل في الحية الحية تستطيع أن تدخل إلى الجنة أنا أتكلم إسلاميا فدخل في الحية ودخلت الحية إلى الجنة هذا الأمر مختلف تماما عن الكتاب المقدس شوفي أنا عايزة لحباء المشاهدين يتابعونا لو سمحت تركزوا القصة تبدو أنها واحدة ولكن الأفكار الأساسية التي فيها والعقيدة أساسا تختلف تماما هذا لا يوجد في الكتاب المقدس الشيطان موجود يستطيع أن يدخل أي مكان طيب خلينا ندخل في الكتاب المقدس على طول الكتاب المقدس يقول عن الحية أنها أحيل حيوانات البرية صحيح صحيح معنى كلمة أحيل أحيل من حيلة يعني لها أساليب مختلفة لها طرق مختلفة زكية حكيمة هذا معنى أحيل طيب السيد المسيح كان يتكلم عن حكمة الحية وطلب أن نكون حكماء كالحيات إيه علاقة حيلة الحية هنا بطلب السيد المسيح نعم هذه الجزئية أيضا رائعة لأنه ربط للأحداث معنا رب يسوع قال كنوا حكماء كالحيات نعم الحية نقطة ضعفها رأسها فحينما يأتي الضرب على الرأس وهي تعرف تماما أنه إذا ضربت في رأسها ستموت نعم وحينما تشعر أن العدو أو الذي يضربها هو عدو مش سهل قوي تبدأ في إخفاء رأسها تحت جسمها عشان الضرب يقع على الجسم مش على الرأس فيعتقد الضرب إنها ماتت فيسيب ويمشي فالمسيح له كل المجد قال لا نكون حكماء كالحيات لأن مكتوف في الكتاب المقدس أن رأس الجسد هو المسيح رأس الكنيسة هذا هو الإيمان الرأس المسيح فحينما يقع علينا الاضطهاد نحن نخبئ هذا الرأس الذي هو الإيمان نخبئ ننكر لا لا ننكر نخبئ بمعنى نحمي هذا الإيمان حتى إذا وقع الاضطهاد يقع على الجسد ولا يقع على الرأس الذي هو المسيح الذي هو الإيمان الذين يفجرون الكنائس اليوم يعتقدون أن المسيح ضعيف سيعرض هذا الإيمان فينكر المسيح لا المسيح قوي ويعرف عقيدته جيدا هو يخبئ هذا الإيمان وبحرص وبقوة يحامي عن هذا الإيمان الرأس المسيح ويجعل الضرب يقع على الجسد ولكن الرأس محمي هذا هو الإيمان هذه هي حكمة الحية التي نتعلمها أن لا نجعل الإيمان يضرب بسهولة ولكن نحامي عنه حتى وإن متنا نحن ولكن يظل الإيمان راسخ سابت نسلمه جيل بعد جيل يعني ليس إنعاد وفعود لا ليس إنعاد وفعود هذا وضع آخر عمار بن ياسر هذا وضع آخر في حتة أن الحية تكلمت مع حواء حيوان يتكلم المنطق مسيحيا الحية في هذا الموقف لم تتكلم الذي تكلم الشيطان من خلال الحية وده أمر مختلف تماما عن الإسلام زي ما هنشوف بعد شوية يعني لماذا اضطر الشيطان أن يدخل ليتكلم من خلال الحية ما كان ممكن الشيطان يدخل مباشرة إلى الجنة وهو في الجنة ويتكلم مع الحواء مباشرة وهنا خطأ لاهوتي كبير جدا في العقيدة الإسلامية مع احترام للأحباء ولكن للفائدة نعم اضطر الشيطان أن يدخل في الحية لأن الإنسان لم يكن فيه خطية بعد ما فيه جهاز استقبال الشيطان ما يعرفش يوصل أفكاره لأن الإنسان نقي تماما هيوصل أفكاره إزاي فاضطر أن يدخل في كائن معروف لدى حواء يتخاطب مع حواء وبالتالي حينما تقتنع حواء بالفكرة وتهضمها وتتبناها وتمارسها وتقع في الخطية بعد كده مش محتاج لكائن الشيطان النهاردة بيجي وسوس لنا نعم مش محتاج أنه يدخل في كائن آخر فإذن الخطأ اللهوتي الكبير إسلاميا احنا قرأنا منذ قليل أن الشيطان دخل في الحية بس عشان يعرف يدخل الجنة وبعد ما دخل الجنة خرج من الحية وتكلم مباشرة مع حواء نعم صحيح هذا أمر غريب صحيح السؤال كيف استقبلت حواء هذا الشيطان صحيح كيف تكلمت معه هل تجسد الشيطان هل أخذ هيئة معينة صورة معينة صحيح وخاصة أننا نقرأ أنه قطف من الشجرة نعم وقدم بيده إلى حواء كيف يا إخوة قدم الشيطان السمرة إلى حواء وكيف تكلم مع حواء هذه إشكالية كبيرة الخطأ اللهوتي أنه إسلاميا الإنسان مخلوق وفيه بزرة الشر آدم لم يفعل شيء غريب إسلاميا وهو أصلا فيه بزرة الشر والخطيئة أي يعني أخطأ ما الجديد في الأمر فمن النحية الإسلامية الله لما خلق آدم خلق فيه بزرة الشر موجود أصلا إسلاميا إسلاميا نعم وهذه كارثة إن كان الله خالق الشر فكيف يحسبني أنا فاعل الشر أنا مجرد صغير بعمل الشر أنت خالق الشر أنا أتكلم عن الشر الأخلاقي الزنا القتل السرقة إلى آخره هذا ما أقصده فإن كان آدم مخلوق وفيه بزرة الشر هنا استطاع الشيطان أن يوسوس له أن يتكلم معه وبالتالي الأمر فيه خطأ لأن الله إرادته وخلقه كامل طاهر لا يخلق شر كما هو في العقيدة الإسلامية طيب مسيحيا اختار الشيطان حواء عشان يتكلم معها صحيح وإسلاميا اختار آدم عشان يتكلم معها يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد هل هنا فيه يعني المسيحية بتشوف مثلا أنه حواء ناقصت عقل ودين فاتكلم معها الشيطان لأنها ضعيفة وناقصة ويعني الإسلام دين ذكوري فاختار آدم الشيطان لأنه الرجل طبعا ويتكلم معه ولا ليه الاختلاف أنا بشكرك للسؤال برضو سؤال مهم لكن بداية إسلاميا ليس هناك في القرآن الواحد ليس هناك اتفاق أن الشيطان تكلم مع حواء في نص قرأناه منذ قليل أنه تكلم مع آدم وبعد قليل سأقرأ نص أنه تكلم مع آدم وحواء معا صورتين مختلفتين صورتين مختلفتين فالقرآن في ذاته ليس فيه اتفاق مع من تكلم الشيطان الكتاب المقدس حاسم في الموضوع أنه تكلم مع حواء حتى بعد ذلك في العهد الجديد بنيت الآيات على أنه تكلم مع حواء أولا أرجع لسؤالك الكتاب المقدس حينما خلقت حواء قال الرب الإله أخلق له معينا نظيره زي في الكرامة الإنسانية معادل ليه زي تماما فإذا وخلقت من آدم حواء ليس لها ذكر في الكتاب المقدس لم يسكر اسم المرأة أساسا في القرآن يعني في الكتاب المقدس ذكر اسم حواء حواء لا يوجد اسم حواء في القرآن لا يعرفون المرأة الأولى ما كان اسمه في الأحاديث نمى قرآنيا لا يوجد وهل اسم حواء في الأحاديث نعم وجبه من فين من الكتاب المقدس من أين هذه المعرفة من أهل الكتاب نعم طيب فإذا عودة إلى ناقصات عقل ودين فالكتاب المقدس حسم الأمر لكن لماذا ذهب إلى حواء الشيطان أولا آدم استقبل الوصية وهذا في الأصحاح الثاني من سفر التكوين آدم أخذ الوصية من الله قبل أن تخلق حواء يوم أن تأكل والحاديث موجه إلى آدم كان لسه الوحد من هذه الشجرة موتا تموت حواء أخذت الوصية من آدم ولم تأخذها من الله مباشرة يعني عايز تقول أنه أصبح فيها ضعف في الوصية على ما وصلت لحواء هذا أمر لأننا نلاحظ أمر مهم جدا حينما تكلم الشيطان مع حواء حواء زادت في الوصية من عندها لأنه قالت الحية للحواء هل حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت لا من كل شجر الجنة نأكل أما شجرة معرفة الخير والشر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموتا الله ما ذالش لا تمساه الرب قال لا تأكل منه الشيطان زكي الشيطان يعرف يختار ضحيته بعناية في إضافات على الوصية في معرفة حواء من عندها أضافت اختار الفرصة المناسبة وجاء إلى حواء وإجابة أيضا أخرى على سؤالك حواء سقطت أمام هذا الكائن الزكي آدم ما عزرك أنت لم تختبر حواء أعطتك فأكلت من الأضعف ما الذي كان سيحدث إذا جاء الشيطان إلى آدم ربما كان سيكون أسوأ من حواء فإذا الكتاب المقدس حينما قال أخلق له معين النظير في ذات الكرامة الإنسانية فليس فرق بعدين بالمناسبة آسف للإطالة ناقصات عقل ودين لإهانة لكرامة المرأة مهما كان لها أي تفسير يكفي المنطق ناقصات عقل ودين إهانة للمرأة إهانة لكرامتها إهانة لكيانة طيب بالنسبة لنظرة حواء للشجرة الرب الإله أنبت زي ما بيقول الكتاب المقدس أنبت كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل حواء بتشوف الشجر بنفس الطريقة يعني بنفس الشكل اللي خلقه الله شهية وجيدة للأكل طيب لما جاء الشيطان بيتكلم مع حواء في نظرة جديدة هي شافت أنه الشجرة شجرة معرفة الخير والشر جيدة للأكل وشهية للنظر طيب ما أنت بتشوفيها كل يوم إيه الجديد؟ الجديد أمر خطير جدا الجديد أن حواء حينما نظرت إلى الشجرة هذه المرة نظرت بفكر الشيطان الذي تبنته لأن الشيطان قال لها في الكتاب المقدس أن الله عالم يوم تأكلان منهما تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر إذن إذا كان مجرد نأكل من الشجرة أصير مثل العلي وتنفتع عيني فلماذا لا نأكل وننفصل عنه ونصير آلهة؟ فكرة جديدة فكرة جديدة غير النظر طبعا بهذه الفكرة الجديدة بالشك في محبة الله الذي لا يريدنا أن نكون مثله باقتناعها وتبنيها لفكر الشيطان تغيرت النظرة وبدأت تنظر إلى الشجرة بهذا الفكر الجديد فرأتها جيدة للأكل مع أنها تشوفها كل يوم وعلشان كذا جاء المسيح له كل المجد ليعالج الداخل ليس العيون ليس الإيد ليس الرجل الفكر الفكر الداخل هو الذي يحرك الإنسان جاء الرب يسوع ليعالج الداخل حتى أنه قال من نظر لإمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وأمور كثيرة جاء المسيح ليعالج الداخل وليس أفعال الخارج فقط طيب ندخل على هدف الشيطان وده سؤال الاسم اس للأحباء المشاهدين عشان يشاركون فيه هدف الشيطان هل هو يعني أنا عايز أعرف مسيحيا وإسلاميا جدا خلينا أبدأ إسلاميا لو سمحت لي في هدف الشيطان لأنه غريب غريب جدا بالنسبة لأي دارس أن يكون ده هدف الشيطان تابع ما عزيزي المشاهد في سورة الأعراف 19 إلى 24 فوسوسا لهما هذه الآية اللي أنا ذكرتها من شوية مرة لآدم ومرة لهما هنا لهما لهما الشيطان ليبديا ليبديا ده الهدف لهما ما وري عنهما من سوقاتهما وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكنا ملكين أو تكنا من الخالدين خلي بالك من كلمة إيه ليبديا لهما موجودة قدامك عزيزي المشاهد كان الشيطان وسوس لهما ليبدي هذا هو الهدف وحتى يعني يعني يكون الدليل قوي أكمل هذه وأقدم واحدة أخرى وقاسمهما يعني أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوقاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة هذه جزئية خليني أضيف الجزئية الأخرى مباشرة سورة الأعراف 27 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثاني الجزئية ليريهما سوقاتهما إنه يراكم هو وقبيله إلى الآخر ده الهدف بتاع الشيطان أنا شايف هنا هدف غريب جدا كل هدف الشيطان يأكلا من الشجرة ليريهما ما وري من سوقاتهما وكأن آدم لو شاف زوجته هي يعني جسد زوجته كاملا عورت زوجته هذه خطية طب هل هي كانت وصية من الله لآدم يعني في وصية في القرآن أنه آدم ما يشوف سوئته أو سوئت زوجته ده سؤال زكي يعني عارفة لا يوجد في القرآن وصية لا ترى عورت زوجتك أو الزوجة لا ترى عورت زوجك لا يوجد يا عزيزتي في القرآن أنه لو أكلتم من الشجرة سأخرجكم خارج الجنة لا يوجد هذا العقاب يعني إسلاميا بنعرف مثلا الحدود في حد السرقة لو سرقت حقط عيدك فالسارق عارف عارف العقاب نعم آدم لم يكن أمامه عقاب لو كالتا هطلعك نعم كتاب المقدس غير كذا كتاب المقدس واضح في وصية لا تأكل في عقاب يوم تأكل منها موتا تموت النتيجة النتيجة أنه حينما أكل نظرة تغيرت وأصبحت نظرة فاسدة فالنتيجة هي أنه رأى أنه عريان الكتاب المقدس أخذ النتيجة القرآن أعفونا القرآن أخذ النتيجة التي هي رأى أنهم عريانين أخذها كهدف للشيطان طب هي إذا ما كان فيه وصية إلهية لآدم أنه لا يرى عورته أو عورت زوجته هل لو شافها بتبقى خطية يعني هل الله بيحسبها له خطية لا توجد خطية في هذا الأمر لأنه ما فيش وصية لا توجد وصية زي يعني دلوقت لو رجعنا إسلاميا الصحابة كانوا بيحتسوا الخمر كم سنة تقريبا أكثر من 13 سنة 13 سنة بيشربوا الخمر قبل أن إسلاميا تنزل تحريم الخمر هو طبعا ما فيش تحريم ويجتنب نعم كويس قبل أن يتم الكلام عن لا تشربوا الخمر 13 سنة طب لماذا لم يعاقبوا 13 سنة هم بيشربوا خمر لأنه لا توجد وصية لا يوجد نهي صح أو تحريم أو تحريم نعم طيب الأمر إسلاميا هنا لا يوجد تحريم في القرآن أين التحريم في القرآن لآدم وحواء أن لا يرى الآخر عورة أخي أخذ من الكتاب المقدس ولكنه لم يضع في المكان السليم أخذ النتيجة التي اكتشفا أنه معوريانين يعتبر هذا هو هدف الشيطان أن كل واحد يرى الآخر طيب أرجع يعني السؤال الذي كنت سألته الأسبوع الماضي هل هناك خلط هل هناك عدم فهم هل هناك يعني مجرد نقل وخلاص إيه الموضوع بالزبط يعني القرآن ليس واضح القرآن لا يعطي صورة كاملة لماذا يختلف العلماء لماذا يختلفون في كل كبيرة وكل صغيرة القرآن لا يعطي الصورة النهائية الشافية الكاملة بحيث أنه يكون فيه اتفاق ما خلاص الرؤية واضحة الرؤية واضحة يبدو ما فيش مشكلة لا الرؤية في القرآن ليست واضحة النصص ليست كاملة فبالتالي يختلف العلماء يختلف المفسرون في كل كبيرة وكل صغيرة وهذه إشكالية الآن يعني هذا النقل غير السليم أضاع الحقيقة إزاي يكون هدف شوف الكتاب المقدس فيه وصية واضحة لا تأكل هدف الشيطان هو أنه يأكله من الشجرة ليه؟ لأنه فيه موت عايز يموت آدم طيب معلش قبل ما ندخل للجزء المسيحي هنأخذ بعض المكالمات تفضلي وبعدين نكمل بقية الجزء المسيحي هدف الشيطان بحسب الكتاب المقدس تفضلي معنا بهيج بهيج من الولايات المتحدة من بريطانيا بهيج ألو ألو مساء نور سلام الربي السوء معاكم وسلام القص للأرق وحيد من كنيسة مياه الحياة في إيمان أهلا أخي بهيج الربي باركك أنا سعيد جدا بك حبيبي مبارك الرب والأخت المباركة معك وأتمنى للبرنامج الدليل كل خير وأنه يبصى نعمة ربنا لأقصاء الأرض أمين أمين مش هتطول عليك أنا عندي سؤال من ناحية شجرة الحياة نعم جبرافيا أنا وصلني منك إنها ما بين دجلة وفراغ نعم طيب اليوم ستكون معي في الفردوس لما المسيح فتح الفردوس هل هو نفس الفردوس ده السؤال الأولاني السؤال الثاني من ناحية شجرة الحياة الإنسان أو قادة محاوة اضطردوا من الجنة حتى لا يأكلها من شجرة الحياة وملاك بثيف من نار يحرصها حتى لا يعودوا يأكلوا من شجرة الحياة ايه طبيعة شجرة الحياة هل هي المسيح لأن من يأكل يحيى إلى الأبد فهل هذه الشجرة هي المسيح لأن إذا كانت تحيي إلى الأبد فهي من نفس الفردوس شكرا شكرا لك شكرا لك يا أخ بهيج معنا القموس أنطونيوس من مصر تفضل أنا أنا سماءكم ومبسوط من درجاتكم مخلوصا وحيدة حبيب جدا ربنا يبارك حياتكم وحفظه ويجعل السبب بركة يعمل فيه وبيه ويكون سبب بركة لجوه كسرين والأخت أنا الحقيقة عايزة أقول أني آدم لما سمى الحيوانات ما كانش حوى مخلوقة عشان الشيطان مقيل جدا فعشان خاطر يخدع حوى وحوى كاية لطيفة ومتحب الحية فهو رح لها علشان خاطر يخدعها ويجرها وعشان حوى تكون سبب الشخط في الخطير لكن لو رح لآدم كان آدم اللي اكتشفه وعرف مكره وكاد رفض من يسمع له ودي الطريقة اللي بيها الشيطان ممكن يخدع الكاسرين على الطريق لها ما عندهمش فكرة أشكر محمدكم وصلي من أجل شكرا جدي شكرا الأخ ماريو من هولندا ماريو ألو ماريو من هولندا ألو 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 اتفضل سمعينك معك ألو ماريو من هولندا أهلا وسهلا اتفضل أول أحب أن يبارك على البرنامج الله يبارك فيه للأخ وحيد ولي عندي تعليقين صغيرين أولا بخصوص بخصوص آدم وحوى وحوى قبل سقوطهم في الخطيئة كان يمشيان عاريان في أجن ولا يدريان أنهم عاريان فبعد السقوط انقشعت عينهما فعرف أنهم عاريان فبعد الشيوخ الأخوة المسلمين بيقولوا أن آدم وحوى استغفر ربهم وتاب رجعت عيونهم ثاني عليها الغشاوة وأنهم لا يدريان أنهم عاريان طبعا لا الخطيئة نزلت في الإنسان ولم يرجعت تاني هذا الفكرة في الموضوع والتعليق الثاني على الحادث متاع ساملوت لأن حضرتك برضو علقت عليه في أول برنامج إحنا أصلا من السعيد في مصر والنوع من القطرات دي بيتم بالحجز فلازم تحجز لها قبل الأمعاد راصل بثلاث أربع أيام على أقل فطبعا الأخ المرتكب الجريمة ممكن بطريقة أو بأخرى من شباك التزاك في المحط يكون عارف أن الناس اللي راجبة دي مسيحيين دي سهلة جدا يعني لأن تحجز أبنها على أقل لأربع تيام لأن كل بلد لها عدد كلاسة معين فيها الأطر فهذه يعني ما فيش حاجز معدار بعشوائي لأنه داخل عارف الكلاسة وعد على العربية أولنية وداخل الثانية اللي هي أول عربية وراء الجرار شكرا لك يا أخ ماريو وراء ثاني من هم على البلنامج شكرا لك لاتصالك نأخذ سامي من أمريكا أخ سامي ألو ألو مع شهر وسلامي لأستاذي وحبيبي الأستاذ وحيد وأمرك على هذا البرنامج الرائع جدا وعندي مدخلة لأستاذي الحبيب وحيد هل القرآن كان لازم أنا ديه في رأيي أنا أنه يقصد أن الخطيئة لا تعود إلى آدم وحوة لأن الخطيئة محتاجة خلاص ولو اعترس بالقصة الحقيقية اللي في الكتاب المقدس يبقى لازمي اعترس بالخلاص والصلب وده مستحيل في القرآن هل هذا الكلام ممكن يكون هو الحقيقة ولا أنا بتخياله فقط لوحدي شكرا ربي بارككم وسعيد جدا برؤية البرنامج أستاذي وحيد شكرا لك يا أخ سامي معنا أندرياس من اليونان ألو أيوة مرسى النور تفضل سلام لكم وربنا يكون معكم وسلام المسيح معكم سلام أنا عندي سؤال للأخوة الأستاذ وحيد تفضل الأستاذ وحيد يعني مكتوب أن شجرة الجنة كانت موجودة في الكتاب المقدس حوالي 4000 سنة قبل ما كي شكرا النسيح من أين أخذ القرآن اسم شجرة الجنة وحطها في الأحاديث وفي القرآن لم يوجد ذلك سؤال ثاني كمان لما كث السيد ربنا لما خلق لآدم خلق له امرأة من الأضلاء بتاعته كما موجودة المقدس وهذا لا يوجد في القرآن فكيف تكون هذه القصص مدلولة وليست لها دليل ويتكلمون عنها والخطب تشتغل وآدم وحواه وإبراهيم وعيسى ويوسف وموسى وداود والزبور من أين أثت هذه كل هذه الأحاديث في الكتب النبوية الموجودة عندي ولا توجد لها الصفة في القرآن طيب بس توضيح يا أخ أندرياس لو سمحت أنت بتقول شجرة الجنة إيه اللي بتبصد لأن احنا فيه شجرتين في الكتاب المقدس شجرة الجنة مذكورة في الكتاب المقدس فقط من حوالي أربع تلاث سنة قبل مجيء السيد المسيح طيب شكرا لك شكرا لك يا أخ أندرياس شكرا يا ريت ترد لنا على الأسئلة طيب هو بداية أنه بشكر الأحباء وتجاوبوا معنا وإسراءهم لهذه الحلقة رب يبارك حياتكم بالنسبة للأستاذ بهيج أهلا مرحب بك في البداية عندك سؤال عن الشجرة بين نهري الدجلة والفراد ثم بعد ذلك كلام رب يسوع للص اليوم تكون معي في الفردوس لا الفردوس يختلف عن جنة عدن الفردوس هو مكان انتظار الأرواح البارة الأرواح التي سلكت في طريق الرب إلى مجيء المسيح وأصبحت الهاوية المكان القديم الذي كانت فيه الأرواح والذي يسمى الجحيم أيضا هو مكان انتظار الأشرار في يوم القيامة حينما تقوم تعود هذه الأرواح إلى الأجساد وتقوم الأجساد مرة أخرى الذين كانوا في الفردوس يذهبون إلى ملكوت السماوات الذين كانوا في الجحيم يذهبون إلى جهنم فإذن الفردوس هو مكان انتظار للأبرار وليس هو الجنة الأرضية وما يعادل في الناحية الأخرى الجحيم هو مكان انتظار الأشرار فليس الفردوس المقصود به هو جنة عدن على الإطلاق بعد ذلك طبيعة شجرة الحياة نعم شجرة الحياة ترمز كرمز إلى شخص المسيح ولكنها شجرة حقيقية لكن كرمز نعم نأخذها كل المسيحيين خلال التاريخ الطويل بل حتى في سفر الرؤية نجد هذا الأمر في آيات واضحة أنها تشير إلى شخص المسيح له كل المجد رب يباركك القمص أنطونيوس من مصر أشكر محبتك واتضاعك واتصالك ولو سمحت عندي طلب عن حضرتك أتسك دايما تذكرنا في صلواتك رب يبارك حياتك وأشكر محبتك واتصالك ومدخلتك الرائع أخنا ماريو من هولندا نبشكرك يا أستاذ ماريو كلمة عراء دي حنتعرض لها ربما حسب الوقت بتاعنا لكن إحنا حطنا في الموضوع بتاعنا بس أشكرك أنك أشرت لها والجزئية اللي لفتت نظري أنا حقيقة لم أنتبه لها أنا أشكرك أنك أنت انتبهت لها هل بعد ما تاب الله عليهم رجعت عيون آدم وحواء زي ما هي بسيطة ولا الموضوع استمر شكرا لأنه معروف إنه لو كان تاب عليهم وغفر ليهم طيب لماذا لم يرجع إلى طبيعتهم الأولى ربي باركك بالنسبة إلى سامي من أمريكا ما استنتجت يا أستاذ سامي هو سليم ماء في الماء لو أن القرآن أخذ القصة كما هي في الكتاب المقدس لا اضطر أن يعترف بالفداء والخلاص وعندنا أجزاء محددة في هذا الموضوع كيف أبعدها الشيطان كلما جاء موضوع الفداء أبعد الشيطان الموضوع عن القصة وهذا واضح جدا لكل قارئ يعني مسيحي يقرأ بعناية فأشكرك يا أستاذ سامي أخيرا أخونا أندرياس من اليونان من أين أخذ القرآن موضوع شجرة الخلد أو شجرة الجنة التي سماها الكتاب المقدس من أين أتوا بها على رأيك ألاف السنين قبل الإسلام وقبل القرآن من أين أتى بها أتى بها من الكتاب المقدس ومن أهل الكتاب ومن عقيدة أهل الكتاب لأن رسول الإسلام حينما كان في مكة كان هناك في مسيحيين وكان في يهود وكان بيسمع حتى في المدينة وكان في يهود وقبائل يهودية كثيرة جدا فكانت المعرفة موجودة أخيرا تقول من أين يتكلمون عن حواء لا في القرآن موجود أنه أخذ يعني حواء من آدم موجود الإشارة لها لكن لو بتتكلم بالمعنى الأشمل العام الزبور والتوراة والإنجيل وكل ما ذكر في القرآن اعتمادا على أهل الكتاب وعلى الكتاب المقدس كانت هذه مجموعة المداخلات أشكر حياتي جميعا ربي بارك حياتكم شكرا لك شكرا لك عايزين نحن توقفنا عند هدف الشيطان بالنسبة للمسيحية أخذنا بالنسبة للإسلام أن يريهما سوقاتهما عايزين نعرف هدف إسقاط الشيطان آدم وحواء في الكتاب المقدس الكتاب المقدس واضح في الجزئية هذه الله أعطى وصية لأدم يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت الشيطان عارف دي وصية يبقى فيه موت يعني لو آدم كل هيموت آدم هو قرآنيا خليفة الله جاعل في الأرض خليفة ومسيحيا ويهوديا هو صورة الله على الأرض فبالتالي لما أهيني السفير أنا أهنت الدولة نفسها نعم فهذا الخليفة خليفة الله أو صورة الله على الأرض حينما يضرب الشيطان هو يقصد الله فبالتالي إذن سأميد هذا الخالد طالما فيه وصية طيب خليني أسألك سؤال عرف كيف الشيطان أنه يعني اللي قاله الله ده هيتم هيتم ده الجزئية برضو جميلة لأنه الشيطان يعرف أن الله عادل ما حصل معه قبل كده يعني كان ممكن يغفر له يعني ممكن الشيطان يكون بيفكر أنه هو ممكن لو سقط الله هيغفر الشيطان يعرف الله جيدا الشيطان يعرف أن الله عادل عدل مطلق وبالتالي حينفذ الحكم حينفذ الحكم ولا رجوع ربما فيه حل لكن هذا الحكم سينفذ الشيطان عارف ما هو حصل معه شخصيا حينما أراد أن يضع كرسيه فوق كرسي العليل حصل طرد من السماء مش من الجنة طرد من السماء من حضرة الله فبالتالي الشيطان إذن يعرف أنه فيه وصية ولو كسر الوصية في موت خلص أنا سأميت هذا الإنسان نجاح الشيطان النجاح السلبي في أنه يسقط آدم آدم يأكل من الشجرة بالتالي يصدر عليه حكم الموت فدخل الموت إلى طبيعة الإنسان من ذلك التاريخ الموت ليس فقط موت إلى الأبد وبالتالي عارف الإنسان واختبر الشر لأنه كسر وصية الله وكانت النتيجة أنه رأى نفسه عاري وبدأ يخجل الأمر الذي لم يكن موجود أخذ القرآن هذه النتيجة وجعلها هدف للشيطان ليريهما ما وري من سواءته وهذا أمر غريب صراحة طيب لو حبينا نروح لبس آدم وحواء نعم آدم وحواء لما أكلوا انفتحت بيقول الكتاب المقدس انفتحت أعينهما وعلماء أنهما عريانين صحيح طيب انفتحت أعينهما ما هما عينهم كانت مفتوحة وكانوا عريانين صحيح إيه الجديد اللي حصل الجديد اللي حصل أنه لما دخلت الخطيئة إلى الإنسان بدأت نظرته بفكر جديد نظرة جديدة الأول نظرته بسيطة نظرة طاهرة نظرة مقدسة طفل النهاردة عمره يعني تسعة شهور ولا سنة بيبصل طفل آخر عاري زيه لا يوجد هناك فكر شرير الطفل الطفل بريء طاهر في نظرته كان آدم أكثر من ذلك وحواء فكر طاهر فكر مقدس لا يوجد شيء ينظر إلى حواء وحواء تنظر له لا مشكلة لا على الإطلاق لماذا؟ لأن الفكر طاهر الكيان كل طاهر ومقدس لكن تغير هذا الأمر بعد أن اختبر آدم الخطيئة اختبار عملي كسر وصية الله وبالتالي أصبح خاطئ آدم ونظرته تغيرت فكر شوها تماما نعم طيب بالنسبة للإسلام أنت لما قريت قبل شوية الآيات بيقول أنه نزع عنهما لباسهما نعم أو سيابهما يعني يعني بالنسبة هل في الإسلام فاهم القرآن أنه آدم وحواء كان عليهم لبس يعني؟ هذا سؤال مهم جدا لأنه لأنه الشيء الغريب أنه هم عملوا مشكلة من ما فيه الأحباء المسلمين أو كاتب القرآن أو المفسرين أصلا لا توجد مشكلة هم عملوا مشكلة من ما فيه وبدأوا يحلوها يعني هم اختلقوا المشكلة وبدأوا يشوف طب نحل المشكلة دي ازاي وحتى يعني شاركني المشاهد يتابع معي النصوص علشان أوضح الفكرة يتفضل طيب في سورة الأعراف 20 وتحديدا في تفسير القرطل بيقول كذا فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما هنا المشكلة ما وري عنهما يعني افتكروا أنه خلاص في توب من سوآتهما من عوراتهما وسمي الفرج عورا لأن إظهاره يسوء صاحب ودل هذا على قبح كشفها فقيل إنما بدت سوآتهما لهما لا لغيرهما كان عليهم نور لا ترى عوراتهما فزال النور وقيل ثوب فتهافت يعني فيه هذه اقتراحات أنه التوب اللي كان لابسينه ده توب نور فيه اقتراح آخر لا ده ما كانش نور ده كان توب وتهافت يعني طار ارتفع طيب السؤال لما هو توب وارتفع طيب ليه آدم اضطر هو وحوى أنه ياخدوا من ورق الجنة ويضعوا على عوراتهما يلبسوا نفسه يلبسوا ما إذا كان توب وتهافت طيب ما ياخد التوب ويلبسه هل كلمة تهافت معناها سقط عنهم سقط أو تطاير حتى لو تطاير سيعود مرة أخرى لو سقط طيب ما ياخدوا يلبسوا لو طار بعيد عنه طيب خدوا ويلبسوا لو فيه توب أصلا اختلقوا مشكلة ما هو هذا الغطاء خليني أتابع عشان تشوفي المشكلة وصلت لفين في الدر المنسور لجلال الدين السيطي للأعراف عشرين والطبر سبع وعشرين للأعراف وفي كتاب العظم لأب الشيخ الأصبهاني باب خلق آدم وحواء ومرقات المفاتيح باب الترجل لمل علي القارئ وأنا سأقرأ من هذه الجزئية يقول بسند صحيح عن ابن عباس قال كان لباس آدم الظفر بمنزلة الريش على الطير فلما عصى سقط منه لباسه وتركت الأصفار زينة ومنافع الأصفار الأصفار العادية اللي احنا عندنا دي تخيلي تخيلي أن لبس آدم كان عبارة عن الأصفار دي الظفر كله متغطي بالزفر نفس المادة دي اللي في الظفر طيب المادة دي مادة قوية يعني صحيح يعني الجسم يحتاج للحركة المهم أنه وده الغطاء اللي اقترحوا يعني ولما أخطأ آدم سقط كل الغطاء من جسمه وبقى بس ده الجزء في الأصابع اليد والرجل كزينة زينة ومنافع يشتغل بوفع أشياء مختلفة طيب في مشكلة اختلقوها هو الغطاء فهذه الاقتراحات اللي احنا شايفينها خلينا أتابع أكثر معلش في الطبري الأعراف 27 يقول وقد يجوز أن يكون ذلك ظفرا كان ظفرا ويجوز أن يكون نورا ويجوز أن يكون غير ذلك هما مش عارفين ولا خبر عندنا بأي ذلك تثبت به الحجة فلا قول في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جل ثناؤه ينزع عنهما لباسهما يعني يكتفي بقول القرآن يكتفي بقول القرآن هو مش عارف هو بيقترح أنه نحن نكتفي بأننا نقول يعني كانا يعني ينزع عنهما لباسهما اللباس ده فيه اقتراح أن يكون نور لباس التقوى ثوب وظفر زي ما شفنا وربما أشياء أخرى لم تكن هناك مشكلة هم الذين اخترعوا هذه المشكلة عملوها حطوها وبدأوا يحاولوا يحلوها طب بس هم حطوها بناء على القرآن صحيح من هو القرآن حط كلمات مبهمة يعني خلينا نقول ملهاش معنا ما ورية وخلاص وسببها على كده بالتالي هم عايزين يعرفوا يعني كان متواري بإيه صحيح كالعادة كالعادة القرآن يضع نصوص ليست واضحة وهذا ما يجعل العلماء يختلفوا ويبتكروا ويؤلفوا لا توجد آية واحدة واحدة في كل القرآن ما اختلفش عليها العلماء حتى قل هو الله أحد مختلفين فيها برضه يعني فيه آراء مختلفة مسيحيا في الكتاب المقدس شوف الفكرة كانت إزاي خليني أشارك بيها الأحباء المشاهدين في عفوا خليني أحط الصورة هنا كاملة في تكوين 2.25 كاملة وَكَانا كِلَاهُمَا عُرْيَانَيْنَا ده الكتاب المقدس ده أول ما تخلقت حواء في الأصحاح الثاني من سفر التكوين وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان في أوضح من كذا كانا عريانان وهما لا يخجلان ليه؟ لأن النظرة مقدسة النظرة طاهرة لا توجد خطية الله لا يخلق شر طيب بعد كده يعني ذكرت ثلاث مرات بعد كده نشوف في التكوين ثلاثة سبعة بعد الخطية مباشرة فانفتحت أعينهما وعليما أنهما عريانان أصلا عريانان فخطاء أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآزر اكتشفوا أنهما عريانان طيب نتابع آخر الجزئية في سفر التكوين ثلاثة من تسعة الـ 11 ده بعدين في الحساب فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها من أعلمك أنك عريان سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت أساساً آدم وحواء مخلوقين هكذا بدون ملابس عراه ده حتى في المثل بتاعنا بنقول أنه الواحد بيذهب عاري زي ما الله خلقه زي آدم وحواء هم اختلقوا مشكلة طب كانوا لابسين إيه؟ إيه اللي ورية عن سوقاتهما؟ وبدأوا يحلوا هذا اللغزة المبهم غير الموجود مع أن الكتاب المقدس واضح واخترعوا اللباس اللي عايزينه نعم وهذه مشكلة طبعا طيب خلينا أخذ مكالمة كمان حقي من العراق ألو ألو حقي مساء الخير مساء النور تفضل رب يبارككم على هذا البرنامج الله يبارك فيك شكراً تفضل ونتمنى لكم الموافقية إن شاء الله في تقديل كلمة الرب وعلى مجد ربي يترعى المسيح آمين تفضل عندك سؤال؟ مداخل كامل ممكن تفضل المداخل الأولى في تكوين واحد ثمانية وعشرين تفضل وبركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا ومنوا الأرض واختعوها إلى آخره ونشوف أن البركة والإسمار والإكسار لم يحدث إلا بعد الثقوط والفترة الزمنية غير واضحة بين هذا الفترة قبل الثقوط لغاية بعد الثقوط أرجو أن تتوضح هذه النقطة الموضوع الثاني المداخلة الثانية أن الشيطان دخل في الحية في المفهوم الإسلامي اتخذ من الحية وسيلة إلى الدخول إلى الجنة وبعدين خرج من الحية فظهر لها بشكل معين لم يكن واضح هذا الظهور كما وضح الأخ وحيد في البرنامج تسأل كيف ظهر لكن لا يمكن أنه كما مكتوب أدنى بالكتاب المقدس أن الشيطان ممكن أن يأخذ شكل أو شبه ملاك نور ويظهر كما يظل الآخرين أرجو أن تتوضح أعطين المداخلتين شكرا لك يا أخ حقي نحن معنا فاصل يا أخ وحيد ممكن نطلع الفاصل ونكمل باقية المكالمات أحبانا المشاهدين فاصل ونعود ومع المكالمات بعد الفاصل شكرا لك لم يأمر بقتلي أحد انتشرك في شمج العربية زي من محمد كما قلت لا يمكن أنك طلبك وسيكون استحادك لو كنت إلا أنت جميل يا ربك شيء كل حاجة من دماغي إلا الإسلام سيط أن هناك استجابة إليه أنا عندك دليل واضح هي يقول بأن الله لا يمكن أن يتغسل الآن يمكنكم المشاركة معنا عبر أنا أشارك سجلوا تعليقاتكم وأسئلتكم وبعثوها إلى المرنامج أنا أشارك كلنا مشاهدي مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية رجعنا لكم بعض الفاصل نكمل بعض المداخل المكالمات بعض المكالمات ناخد روك من أستراليا سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم أنتم لكمين سلام ونعمة تفضل حقيقة يعني أهميك يا أخت فجوة أهميك بصراحة على طريقة إدارتك للحديث والأسئلة بتاعتك حقيقة بتعرفي تستخرج المعلومات بطريقة جيدة جدا من أستاذي ومعلمي الأستاذ وحيد شكرا ألف مبروك للبرنامج شكرا ودخلة بسيطة بس مهمة جدا التفاصيل بتاعة الشيطان عمل إيه معها هذا ليه الإسلام بينكرها أو ليه الإسلام مش مش موضحها جيدا يعني لأن بالطريقة دي بنعرف الشيطان بيخش زي الإنسان وإزاي بيتعامل للإنسان وطريقة حياله لأنه نلاحظ في الكتاب المقدس أنه بيقول بقى الحقائق بيدي الحقيقة بس بيحط السلم بسيط جدا في الحقيقة دي أين كان إن الإسلام يغفل التفاصيل دي يعني حاجة يعني أنا مستقراب لاعي المشكلة المشكلة الثانية إن في بداية خلق آدم في بداية خلق آدم قبل ربنا ما يخلق آدم في سورة البعرة تلاتين بيقول وإذ قال لربك للملائكة أني جعلت الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من ينسك فيها وينسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني الملائكة هنا بتعترض على الله والله بيستشير الملائكة حاجة غريبة جدا هل يعقل إن الملائكة الأبرار وهم مش زي الشياطين يعصون ويعارضون رغبات الله ويدعون العلم بالغير بغير حق وبيتعامل في آدم قبل ما يدخل وإذا تكون أنفسهم بقى بخلتهم يعني حاجة غريبة أشكركم جدا شكرا وربنا يبردكم ويحافظ عليكم يا رب شكرا لك يا أخرك ناخد أبو أحيقار من السويد أبو أحيقار مرحبا أهلا نتفضل سلام الرب يسوع نسيح معاكم وشكرا على البرداء والجراية وتشكر أستاذ وحيد أستاذنا كبير سلام رب يكون معاكم سلام سلام مباشرة الموضوع عشان ناخذ من وقتكم في نقطة مشوعة بالنسبة موضوع أطرد الله آدم وحواء من الجنة وهي الجنة على الأرض وبعد ما يترضون من الجنة بيظلوا على الأرض ممكن تفسير نقطة هذه كيف يترضون من الجنة وأم على الأرض سؤال ثاني باختصار في الإسلام يذكر أنه تاب الله على آدم لو تاب الله على آدم ليش ما رجعوا للجنة والسؤال الأخير بمختصار شديد الجنة لم تكن يعني الجنة لم تكن محمية من الشيطان لماذا شكرا شكرا لك شكرا لك ناخذ كمان مكالم عدلي من الأردن ألو ألو أيها تفضل أولا نساء الخير لحضر تكتل لأخوة حيب نساء نور تفضل والرب يسوع يباركهم على هذا البرنامج التفضيفي إننا إحنا المسيليين السؤال اللي بحب أوجره هو هل كان من ممكن لآدم حوى أن يتكاثر لو لم يأكلا من شجرة الخير وشر بمعرة آخر هل كان سيعرفا كيفية ممارسة الحب أو الجماع لو لم يأكل نشجرة الخير والشاب وشكرا شكرا لك نرد على الأسئلة وبعدين ندخل نكمل موضوعنا طيب أشكر أيضا الأحباء المباركين اللي شاركونا بإسراء الحلقة بمداخلاتهم وأسئلاتهم الرائعة ربي بارك حياتكم أخونا حقي من العراق بيقول الإكسار لم يحدث إلا بعد السقوط دي حقيقة مع أن الوصية موجودة من الأول في الأصحاح الأول من سفر التكوين بداية من الآية 26 أثمروا وقسروا واملوا الأرض واخضعوها وهذه حكمة الله حتى إذا حدث الإكسار قبل السقوط سيكون عندنا جنسين من آدم وحواء مجموعة بلا خطية ومجموعة فيها خطية وتحتاج إلى الفداء والكفارة فمن حكمة الله أنه سمح أن يتم هذا الأمر بعد الاختبار الذي اجتازه آدم وحواء دي النقطة الأولى النقطة الثانية عند ذكرت أن ما ذكر في رسالة كورينسوس أن الشيطان يستطيع أن يصر في شبه ملك نور ذلك لأن الشيطان أصله ملك وبالتالي هو يتقم الصورة التي جبل عليها فهو لا يأخذ صورة جديدة لكن إسلاميا الشيطان شيطان وهو مخلوق شيطان هو مخلوق شيطان عصى الله قديما وهو أصلا شيطان فالسؤال الذي طرحناه كيف تخاطب هذا الشيطان مع حواء وأخذ من السمرة وقدمها لحواء وكيف استساغت حواء هذا المخلوق هذا الكائن الذي ليس من طبيعتها كالحيوانات مثلا هذا هو الإجابة على سؤالك مرحب بك أخونا روك مرحب بك أخ روك أستاذ المبارك ربي بارك حياتك وبشكرك من أجل التشجيع المداخلة الرائعة أنه من صورة البقرة جاعل جاعل في الأرض خليفة وإزاي الملائكة تعترض وإزاي الملائكة تعترض على آدم قبل وجوده وإزاي الملائكة يطعنون في آدم ولم يخلق آدم بعد وهم لا يعلمون الغيب أسئلة في محلها وأسئلة فعلا تحتاج إلى رد من الأحباء المسلمين ربي باركك أستاذ روك أبو أحيقار أعتقد كان من السويد يقول طرد آدم وحواء من الجنة سؤالينك في حلقات قادمة في نفس الموضوع لكن سأجيبك بسرعة وهي على الأرض صحيح هي على الأرض ولكن الطرد ليس عقابا لآدم وحواء الطرد حماية لآدم وحواء كما شرحنا في الحلقة السابقة حتى لا يمد أيديهما ويأكل من شجرة الحياة التي تعطي خلد ويحيا إلى الأبد في الخطية لا فداء لأن الوصية يوم تأكلان موتا تموت فلن يكون هناك موت وبالتالي لن يكون هناك فداء فسيخلط آدم وحواء في الخطية إلى الأبد ولذلك تم إخراجهم خارج الجنة التي على الأرض فالجنة صحيحة على الأرض أخرجا خارج الجنة ليمارس حياته ويأكل عيشه بعرق وجهك تأكل خبزك وده كان العقاب الأرضي الذي عقب به آدم وحواء طبعا في الولادة سؤالك الثاني تاب الله على آدم ولماذا لم يرجع وده سؤال مهم جدا سؤال يوجه للأحباء المسلمين إذا كان تاب عليه لماذا لم يرجع الله آدم إلى الجنة أو على الأقل نسله لماذا آدم وحواء خارج الجنة سؤالك أخيرا لماذا لم تكن الجنة محمية من الشيطان الجنة في الأرض والشيطان موجود في الأرض يجول في كل مكان يختبر الإنسان أينما كان والإنسان الأول أيضا ضمن هذه المنظومة التي موجودة في هذا العالم وبالتالي سمح الله أن يجتاز آدم في هذا الاختبار ولم ينجح آدم ولكن رحمة الله أدركت آدم وخلصه أخيرا عدلي من الأردن يقول هل كان يمكن أن يتكاسر لو لم يحدث أنهما أكلان من شجرة معرفة الخير والشر نعم لأن الرب الإله قبل أن توجد خطية وقبل أن يوجد أي شيء قال لهم أثمروا واكسروا واملأوا الأرض فالزواج ليس خطية والزواج أمر مبارك والزواج أول من أقام هذا السر العظيم وهذه العلاقة العظيمة هو الله الذي جاء بحواء إلى آدم فهو الذي أقام هذه العلاقة وهو الذي باركهما ليثمر ويكسر ويملأ الأرض فالزواج في حد ذاته والإكسار والإسمار هذه باركة وليست خطية ولذلك القديس غسطينوس وهو من آباء القرن الرابع الخامس الميلادي تكلم عن هذا الأمر وقال أنه حتى لو لم تكن هنا خطية لكان هناك إسمار وإكسار ولكن في البر وفي القداسة زي ما رأينا آدم وحواء وهم عريانان لا يخجلان وليس هناك فكر شرير كان سيحدث الإسمار والإكسار بذات الطريقة الحالية المعروفة ولكن في البر والقداسة وبدون أن تكون هناك شهوة نجيسة شكرا لك عندي بعض الأسئلة كمان هنا في الإيميلات أنا حطر أقرب بسرعة لأنه عدد إيميلات كبير ونحن لسه عندنا جزئية ما كملت أنا الأخت سمعت البرنامج النهاردة وأريد أريد مشاركتكم في الصوم كل يوم أربعة وأريد أن تصلوا من أجلي ومن أجل بيتي لكي يكون بيتي بالكامل للرب أشكر الأخ وحيد اسمها من الأخت أشكر الأخ وحيد أشكر الأخ وحيد على هذه الحصص الرائعة المفيدة أنا جميلة من الجزائر أريد أن أصلي معكم ومع المسيحيين لأنني مسيحية أنا أعلم أنني لما أقوم من النوم أبقى صائمة يعني لا أكل ولا أشرب لكن سؤالي هو عندما أكل كم تكون الساعة هل عند الغروب أرجوكم أن تعطوني جواب يريد لو تشرح الصوم في المسيحية بسرعة يعني عندنا برضو أحد الأحباء سأشارك معكم يا أحباء في الصوم والصلاة كل يوم أربع إحنا بنشكركم جداً كل اللي يعني حيشتركوا معنا في الصوم والصلاة وياريت كلنا بجلب واحد نرجع فعلاً بتوبة وبصوم وبصلاة ونواصل حياتنا بالطريقة للمسيح عاوزنا فيها سلام المسيح أخوحيد لقد قلت في حلقة اليوم أن الإسلام يقول أن الله خلق بزرة الشر في آدم واستنكرت هذا فهل لك أن تشرح لي سفر الخروج 14-32 فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه كيف كان الله يريد أن يفعل الشر هل الله يفعل الشر نحن كماسيحين طالما انتقدنا المسلمين على صفة دار التي يطلقونها على الله ضمن أسمائه الحسنة فكيف لنا أن ننعت الله بأنه شرير يفعل الشر بخريقته حسب علمي الله يقيم العدل والعقاب ضد الخطى وليس الشر أرجو التوضيح ممتاز سؤال رائع عندي سؤالين ابن الرب لماذا خلق الله آدم وحواء إذا كان الله يعلم الغيب ويعلم أن حواء وآدم سيخطئان لماذا طردهما من الجنة بالقرآن يذكر إله الإسلام وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدوني طالما هذا سبب خلق الإنسان بالقرآن فهل آدم وحواء كانوا بالجنة يصلون رمزي من الأردن الأغلبية المسلمة لم تفكر أبدا في التبرير الذي يطرحه الشيوخ عليهم قالوا لهم أن الله صفح عن آدم وبالتالي ليس هناك حاجة للفداء بينما لم يفطنوا إلى الحقيقة المرة وهي أن آدم قد أخرج من الجنة وإلا فإننا يجب علينا أن نكون في الجنة الآن أخيرا مبروك لكم ويبارككم الربع على مجهوداتكم مبروك البرنامج الجديد نحن نعرف أن الله خلق كل شيء حسن فلماذا سميت الشجرة بشجرة الخير والشر فهل كان هناك شر جرجس من القاهرة لماذا خلق الله الإنسان والكون والملائكة مع سابق علم الله أن آدم سوف يخطئ نفس السؤال اللي فات لدي سؤال لو سمحت إذا كان آدم بالنسبة للمسلمين غير خالد فما هو مفهومهم عن الجنة وكيف يفصلون نفسهم عن آدم ولماذا يناضلون ويقتلون الأبرياء من أجل الدخول إلى الجنة لأن هناك شيء غير واضح فكونهم أبناء آدم المفروض أن يكون مصيرهم نفس المصير آخر الجزئية هل شجرة معرفة الخير والشر تعطي لكل من يأكل منها أن يعرف الخير والشر وإذا كانت غير ذلك فماذا يدل عليه اسمها شجرة معرفة الخير والشر دي كل الإنين رائب شكرا رائع جدا أشكر الأحباء اللي تفعلوا معنا وقدموا كل هذا الإسراء فعلا أفكار رائعة جدا أشكر الأخوة اللي ستشارك معنا صوم والصلاة ونصلي من أجلك أن بيتك كل يكون للرب وهذا أمر رائع جدا واشتياق الرب لا ينسى الاشتياقات الروحية ما تخافي الأخوة من الجزائر التي تسأل هل ستصوم إلى أي وقت أنت التي تحدد الوقت كما تحبين الصوم يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا خلاص توقفي عن الأكل وعن الشرب وصومي وصلي إلى الوقت الذي تحددين عايز عشر الصبح اتناشر الظهر ثلاثة ستة كما تحددين أنت الوقت الذي تريدين أن تصومي فيه ليس هناك وقت محدد بذاته كل إنسان بيعرف القامة الروحية بتاعته لكن جيد أن يكون هناك شركة هناك أمر الرب البركة هذه هي الشركة التي يريدها الرب سؤال رائع جدا من الأخ اللي بيقول فندم الرب عن الشر بس مشكلته ما عرفش يفرق بين نوعين من الشر الموجود هناك الشر الأخلاقي وانا عشان كده نبهت لما تكلمت عن الشر وقلت الزنا والسرقة والقتل وإلى آخره هذا الشر الأخلاقي حاش لله أن يخلقه أو أن يفعل ولكن هناك الشر الطبيعي كالكوارس الطبيعية هذا الشر طبيعي خلقه الله وأرجو للسائل اللي بيسأل عن خروج 14-32 إن يرجع إلى شيئة 45-47 حيجد هذا الأمر بوضوح خالق الشر الطبيعي خالق البراكين بقوانينها خالق السحب والأمطار التي تفعل فيضانات الطوفان الطوفان هذا هذا شر طبيعي لكنه وفق قوانين ومنظومة كونية خلقها وأثبتها الرب الإله فبالتالي حينما يتكلم الرب عن الشر الذي سأفعل أي الأحداث التي سأسمح لك بها إن كان سأسمح بحرب يأتي عليك الكتاب المقدس يقول أشور قضيب غضبي حينما كانت الشعوب يمتلئ يمتلئ كأسها من الخطيئة يؤدبها بشعوب أخرى فهذا شر فإذن المقصود هنا ليس شرا أخلاقيا حاشا للرب الإله ولا يوجد في الكتاب المقدس كله من أول إلى آخره ولا في عقيدة المسيحيين خلال ألفين سنة مجرد فكرة أن الله خالق شر أخلاقي على الإطلاق وأرجعني أن ينتبهي إلى هذه الجزئية وأشكرك على سؤالك لماذا طرد الله آدم وحواء من الجنة شرحنا الموضوع أعتقد الأسبوع السابق أرجع للحلقة السابقة ستلاقي الموضوع هذا مشروح هو بعناية هي حماية لآدم وحواء ونكمل بالمناسبة في مرة أخرى حينما نتكلم عن شجرة الحياة هل كان آدم وحواء يصلون في الجنة يسبحون التسبيح هو أعمق شيء ورابط بين الله وبين الإنسان كل الخليقة تسبح الله الشمس والقمر النجوم الكل يسبح الفلك وهذه آيات في الكتاب المقدس الكل يسبح الله حتى عصافير السماء تسبح الله حتى الجبل وجوده هذا بهذا الشكل هو تسبيح إشارة إلى وجود خالق فطبعا آدم وحواء كانا يسبحان الله في الجنة شجرة معرفة الخير والشر هل كان هناك شر لم يوجد هناك شر ولكن سميت الشجرة بهذا الإسم لأنه لو كسرها آدم سيختبر الشر لو عصى آدم الله هنا سيختبر الشر لو ما عصاش الله خلص يبقى هو عيش في خيره الكامل فبالتالي ليس الشجرة في عصارتها شر أو خير لا ولكن الفكرة لو كسرها آدم هنا سيعيش ويختبر الخير والشر هل آدم غير خالد إسلاميا إسلاميا آدم غير خالد إسلاميا آدم خلق لكيما يعيش فترة من الزمن ويموت وهذه هي أهم حلقة فقدت في الإسلام وظل الأحباء المسلمون عن طريق الخلاص وأنا هنا أقول للأحباء المسلمون انتبهوا لو سمحت الأمر يختص بحياتك فكر قبل فوات الأوان فكر في شخص المسيح حتى قرآنيا لماذا هو متميز بهذا الشكل فكر من يكون هذا المسيح ولماذا يتمسك المسيحيون بالخلاص وبالفداء إلى آخره آخيرا شجرت معرفة الخير والشر زي ما ذكرت هي كسر للوصية دي كان مجموعة أيضا المداخلات اللي شارك بها الأحباء طيب شكرا لك يا أخ وحيد عندي مكالمة واحدة حاخوتها أخيرة أبو أحمد من العراق تفضل يا أبو أحمد ألو نعم تفضل أهلا ألو ألو تفضل سمعينك نعم أهلا تفضل أدي سؤال من فضلك تفضل السؤال هو السؤال هو تعلق بمسألة العلم مع الدين هذه المسألة هي أمتم عندنا عند خراعاتنا للتاريخ و للقراسة الإنسان وتكوين البشرية نرى أن الإنسان النظريات تقول أن الإنسان هي في بادي الأمر كانت يعني بدأت بال إنسان من يوم الدرسان مثلا وكانت يعني لا تعرفه شيئا وبعدها تطورت ومرت بمراحل الزراعة والتدين للحيوانات و مراحل تطورت أخرى لكن في الدين نرى بأن آدم يعلم كل شيء يعلم وابنه يعرف الزراعة ويعرف ابنه الآخر التجين الحيوانات يعني لا نرى التطور أين حصلت يعني تطور رأسا آدم الخلقت و ما مرت بهذه التطورات ما هو يعني تأثيركم لهذه الشغلة والسؤال الثاني يجب أن ذكر عليكم وهو خضية شيطان كيف الله خلق شيطان ولماذا خلقه أصلا شكرا شكرا لك يا أخ أبو أحمد طيب جوب لنا على السؤالين عشان نرجع شكرا لك أبو أحمد من العراق ربي بارك حياتك بداية تتكلم عن موضوع التطور هذه فلسفة ولم ترتقي بعد حتى الآن إلى مستوى النظرية فلسفة فلسفة التطور ولم يستطيعوا أن يثبتوها حتى الآن حتى ما وجد من ملايين الحفريات في العالم نبش العلماء الأرض في كل مكان ولم تشفع لهم هذه الحفريات كلها حتى ليجدوا ما يسمونه بالحلقات الضائعة أو الحلقات المتوسطة فهي في النهاية هي مجرد نظرية لم ترتقي آسف فلسفة لم ترتقي حتى إلى مستوى النظرية أو إلى ما هو أكثر ما يسمى بالثوابت شيء معروف وبالتالي علميا حتى التطوريين الذين كانوا يعتقدون في هذه النظرية بدأوا يتخلون عنها خاصة في الفترة الأخيرة طبيعة الشيطان في الكتاب المقدس واضحة ومحسومة الله لم يخلق شيطانا الله كامل القداسة الله يخلق الخير المطلق خلق ملاكا طاهرا ارجع إلى هذا الأمر سفر إشعياء 14 وسفر حسقيال 26 كنت كاملا إلى أن وجد فيك إثن الملاك الطاهر هو الذي فكر في الخطية وفي الشروط شيطانا وأبلسا فأصبح شيطان وأصبح إبليس وترد من رحمة الله فكتاب المقدس يوضح هذا الأمر اليهود والمسيحيين يعرفون أن الشيطان أصل ملاك صاقب ملاك كان في حضرة الله وترد من حضرة الله وأصبح شيطان أما في العقيدة الإسلامية فربما نشرح ذلك في مرة لاحقة أنه خلق هكذا للأحباء المسلمين هي المفروض أنها تعطي خلود نعم وبالرغم أن آدم ممنوع أنه يأكل منها لكن لما أكل منها مدته خلود صحيح طب إيه الهدف من وجود الشجرة يعني إذا كان إسلاميا في لها هدف طيب ولا هي مجرد اختبار لآدم يعني أنت يا حضرتك تستغربي على الموضوع هذا أنه فايدة شجرة الخلود وأن أكل منها آدم ومات أنا سأعطيك مشكلة أكبر من هذا وأرجو أن الوقت يزعفني وبسرعة أنا سأنتقل مباشرة عشان الوقت أحباء المشاهدين لتفسير ابن كسير سورة 120 يقول وقد تقدم أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكل من كل استمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة فلم يزل بهم إبليس حتى أكل منها وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكسه وآدم أكل ومات آدم أكل ومات يعني إذن هم فهمين أنه اسمها شجرة الخلد مفروض تعطي خلود أنتقل إلى الطبر والجلالين لسورة 120 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي التي يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى لا يفنى وهو لازم الخلد يبقى برضو هؤلاء المفسرين نفس النظر إسلاميا فهمين أنه شجرة الخلد تعطي حياة في مسند أحمد هناك حديث عن رسول الإسلام يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام في ظلها مئة عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد مئة عام يصير في ظلها وما يقطعها وليس الماشي برجلية يعني الراكب صحيح في هذا الأمر الآن واضح إنه في شجرة خلد الذي يأكل منها يخلد يخلد آدم أكل ومات وده اللي أنت مستغرباله طب تعال أوريك ما هو أكثر من ذلك شوف عزيزي المشاهد في الدر المنصور جلال الدين الصيوتي طه 116 لما أسكن الله آدم الجنة وزوجته ونهى عن الشجرة رأى غصونها متشعبة بعضها لبعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمر التي نهى الله آدم عنها وزوجته ده موجود في تفسير الطبري وابن كسير وتاريخ دمشق لابن عساكر يعني حتى الملائكة بتأكل من نفس الشجرة وشجرة الخلد لخلدها يعني الملائكة علشان تخلد كانت موجودة شجرة الخلد نفسها تأكل منها الملائكة لخلدها الكارثة من الذي قال أن إسلاميا الملائكة خالدين الملائكة تموت الملائكة إسلاميا ليست بخالدة خليني أقول لك قرآن سورة الأعراف سورة الرحمن عفوا 26-27 هذا النص القرآني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام طيب طيب دي الأرض يعني كل من عليها فان على الأرض صحيح وكل من عليها فان على الأرض طيب والملائكة في السماء والملائكة في السماء طيب القصص 88 فأيقنت الملائكة بالهلك يعني أنت مستغربة أن آدم وحوى هياكلوا من الشجرة شجرة الخلد أكلوا منها وماتوا ده حتى الملائكة اللي أكلوا أو الموجودة شجرة الخلد لخلدهم أكلوا منها وهلكوا أيقنوا بهلاكهم فهنا بنشوف أنه الملائكة هالكة فيها كل الملائكة بالمناسبة حملت العرش جبريل ميخائيل حتى حملت العرش حتى ملك الموت اللي بموت كل دول هو برضو حيموت شيء غريب يعني يعني أنا ما أعرف فعلا موضوع يعني ده كله توهان كله طبعا لأنه النصوص غير واضحة والملائك بيموت فيه ملك هو الروح مخلوق في خلود يموت يعني أمر غير يحتاج إلى مراجعة طيب بسرعة شديدة جدا لأنه عندي دقيقة أو أقلي من دقيقة كمان لخصلي الموضوع الموضوع ببساطة قصة السقوط في الكتاب المقدس كاملة في القرآن غير كاملة الهدف في الكتاب المقدس موت آدم الهدف الواضح في القرآن هو أن يريهما ما وري عن سوقاتهما ليس هناك لباس لآدم كان عاريا تماما هو حواء لأن النظرة مقدسة في إشكالية في الإسلام ما الذي كان يسر آدم وحواء طيب شكرا لك أخوة وحيد أنا محتاجة سؤال الاسم اس لو سمحتوا على الشاشة سؤال الاسم اس مية في المية لا مية في المية الإجابة لا شكرا لكل الأحباء اللي شاركونا في الحلقة سواء بالإيميلات أو بالمكالمات أو بالاسم اس محتاجين صلاتكم بشدة صلاتكم لأجل البرنامج المسيحي بارك حياتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة